السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتسبة للمشاهدة الأعزاء القناة أبراهيم للعقارة المكناس اليوم أكترح لكم عقارة من الفئة الكبيرة التي تتواجد في منزل التي تكون مصفلي الجوجة على الطوابق كل طبق فيه شقة واحدة فقط شقة اليوم شقة التي تتواجد في الطابق الأول واحدك في اليطاج كما لاحظة لديك باب السيكريطي باب الخشب الضفنة مباشرة تلقى وسط الدار مساحة كبيرة هذه العقارة تكون لنا من الصالون عندنا دوسط الدار ثلاثة متاع الغرف متاع النوم مطبخ وعندنا حمام ومرحاض أبو حدوه بالنسبة للناس الذين تتفضل الغرف متاع النوم يكونوا الواجهة فعندنا بالنسبة لهذا المنزل الجوجة متاع الغرف وعندنا صالون بمساحة كبيرة الذكرة فعندنا الشقة تتبع شقة فارغة بدون أتات سيد الظروف خاصة انتعوا انه دير حل من هذا المنزل وهو حاليا محروض للبيع المساحة إجمالية عقار 110 متر بقعة أرضية 100 متر الفوق تلقى البروج الخروج 10 متر ممكن أن المساحة تكون قلة من المساحة التي ذكرت لكم كما تلاحظون تبارك الله صالون بمساحة كبيرة تقريبا تكون 7 متر في طول نافذة كبيرة ممكن الإنسان اللي بغاء يقتني على العقار فقط بعض التعديلات اللي هي بسيطة مثلا يعود لها السبغانتان اللي بغاء الإنسان يعود الشقة كاملة بسيطة بلاتينية لن تكلفوشي حاجة اللي هي كثيرة والشقة تبارك الله رائع مهوية ضاوية مزيان دننا وسط الدار در صورنا السالون وسط الدار نصور الغرف ندنا الغرفة رقم واحد الغرف تبارك الله المساحة مراحة كبيرة هذه الغرفة اللولانية ممكن تكون غرفة نتعى الجلاس ولا نتعى الوليدات يبقى على حساب الاختيار نتعى كل واحد بالنسبة للموقع فحنا من القرب من شارع محمد السادس بالضبط من القرب من مقهى بلاك إيريز الحي تسمى الحي لوبابة من الأحياء للشقق ما تتعرضوش فيها للبيع لأن الحي اللي تسالة في البني ما تبقىش فيه شقق توجدوه لأن الحي سد كامل تقريبا تبنى كامل جميع المرافق متفرة من المرافق من المرافق من مرافق من صفراء وباكتراب من المرافق من المرافق من المرافق كما لاحظنا من الى اطلالها في دارها الشراء كامل مبني كامل مسخون بالنسبة للناس الذين لديهم عقارات للبيع نرى هذه الإشارة الذين يريدون أن نقوم بالمساعدة في البيع لديهم العقار الناس الذين يريدون يقتنوا هذه العقار فقط فيهم الاتصال كما نقوم بالمساعدة وننتقل إلى العقار هذا العقار مباشرة في صورنا السالون واستدار الغرفة رقم واحد الغرفة رقم جوج الغرفة رقم ثلاثة فتأمت لا نشعل الإنارة لكي نرى الشقة فالحلة انتعى بالإنارة انتعى النافدة لكي تكون الشقة تبارك الله ضاوية وهو يمزيان ما فيهاش عدد انتعى السكان مع كجار في الطابق الأرضي ومع كجار في الطابق ثاني لأنها تشقة في الطابق الأول الطابق الوسطاني الغرفة نتعى بمساحة كبيرة بالإضافة أنها تتفرن على بلاكار ماريو بمساحة كبيرة ثم ثمانت عدد العقار ثمان جد مقري و جد مناسب فقط بثمانت خمسة وربعين مليون قابل شيئا ما من النقاش تدخل الغرف تدخل الغرف تدخل الغرف تدخل المطبخ و تدخل الوسط الطابق فقط بوها المحاولة انتعى انني بقيت نحيد السيتار باش تبان الأشياء انتعى شمش داخلها لأن المحاولة انتعى مكانش ناجحة عندنا هنا منطبخ بمساحة كبيرة بالإضافة أنه تتفرنا على بلاكار الفوق والتحت وعندنا تشكلتها فيترينا الخام في البوتاجي غرانيت مطبخها بمساحة كبيرة كما تشاهدون الملتزمات الكهربائية من طبيعة الحال لا يريد أن يزيد بعض التعديلات لها بسيطة ممكن منطبخها 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 فتقريبا قربنا نصل نهاية الفيديو تشكركم على الوفاء انتاكم ولا تتبعوا الفيديو احتلال المرحلة كان معكم أخكم إبراهيم ما تنسونش بالدعوات دمتم في رعية لا وإلى شقة أخرى وعقر أخر إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا 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 اشتركوا في القناة